تفتكر فعلا أن الناس لما بتركز في حتة معينة مثلا زي مثلا لو تلاقي الناس كلها خافت فتروح ألا هي أنا هنزل أشتري دهب هل ده بيساعد أن سعر الدهب يعلى ولا هو بيفضل زي ما هو وده ملهوش علاقة بده طبعا طبعا أي حاجة بيبعليها إقبال لازم سعرها بيرتفع بأي إن كان أستاذي مش بتكون حاجات عالمية؟ مش شرط ما هو فيه جزء محلي وفيه جزء محلي يعني الجزء العالمي ده اللي هو السعر العالمي بتاع الدهب اللي هو بيعلن اللي هو سعر الأوقية وده بيتأثر بالدولار بعلاقة عكسية مع الدولار يعني الدولار لما بينخفض بيبتدي سعر الدهب يرتفع والعكس صحيح محليا فيه عامل تاني خلص إحنا طول عمرنا أو في الفترات العادية بيبقى سعر الدهب محليا زي وزي برة بالضبط ما فيش أي اختلاف هو بيسعر على سعر الدولار في البنك وبيبتدي إنه هو أنت تلاقي خلاص هو سعره في السوق كده الفترة الأخيرة لما حصل إقبال زيادة وابتدى يبقى فيه طلب زيادة على الدهب والمعروض اللي عندنا معين عندنا مثلا ألف كيلو دهب مثلا الناس كلها بدل ما كان عشرة بيطلبوا الألف كيلو دول بقى ميت واحد بيطلبوا الألف كيلو فبالتالي سعرها يعني طبعا بخلاف المشكلة بتاعة التسعير وده بيكون حاجة ليجل أنه هو سعرها يعني فيه جزء ليجل وفيه جزء ليجل طبعا الجزء ليجل أنه هو الزيادة في الطلب فده بيعلي سعر السرعة في نفس الوقت الموضوع التسعير بالدولار ده غير السعر الرسمي فده برضو عمل مشكلة تاني طب عمال ازاي لو الناس عملت إقبال على الدهب أنه سعره من كم يوم ابتدى ينخفض ده بعد الإجراءات الحكومية اللي طلعت أنه هيبتدي تخفيف القيود أو بمعنى أصح إلغاء الرسوم والجمارك على الدهب اللي جايب مع القدمين من الخارج بالضبط كده ومجرد أنه يدفع دريبة القيمة المضافة على المصنعية ده مجرد إحنا في الإقصاد في حاجة اسمها الوردوف موت أن مجرد أن الشعب تطلع أو الخبر بيطلع ده بيأثر على الأسواق بيأثر عليها في البورسة أي إن كان السوق الكلام نفسه بيأثر على السوق نفسه فأول ما تقل إنه خلاص الحكومة هتعمل الإعفاء ده ابتدى الناس لا طب استنى بقى فيه دهب جاي من بره بالضبط كده فالدهب اللي جاي من بره ده سعره هيبقى أهدى بكتير من اللي موجود هنا إن سعر الأوقية بره أو سعر الدهب عامة من بره على السعر العالمي خاصة في منطقة الخليج العملات هناك مرتبطة بالدولار فبالتالي ما فيش فروق في سعر الدهب وزي السعر العالمي بالضبط فبالتالي الناس اللي هتجي من بره هتجي بسعر دهب أقل من اللي موجود في السعر المحلي هنا فلا أستنى أشتري الدهب الرخيص اللي جاء من بره أكتر ده أول حاجة تاني حاجة لما حصل أن الهيئة العامة للرقابة المالية وفقت على إطلاق أو تسندوق الاستثمار في الدهب ده برضو خلا نستبلع نهدى ونشوف هنستثمر في الطريقة دي ولا هنستثمر في اللي جاء من بره فوسائل الاستثمار في الدهب تنوعت فبقى فيه فرايتز أكتر فبالتالي ده قلل الضغط على سعر الدهب اللي موجود في السوق يعني زي ما تقول كده الدولة بتحاول برضو تلاقي حلول مع الهجوم اللي بيحصل ده عشان الدنيا تنتهي تخفى الضغط بزبط